تذكر الاحتجاجات الشبابية في الشوارع اللبنانية بما حدث في فرنسا قبل أكثر من خمسين عاما في أيار من عام ثمانية وستين تفاجرت انتفاضة طالبية لم تكن مجرد مرحلة تاريخية عابرة على فيها صوت الشباب الثائر على القيود التي تكبله فحطمها بل كانت محطة مهمة وانتفاضة غيرت وجه البلد تماما ولا تزال أثارها وتبعاتها ممتدة إلى اليوم انفجرت هذه الانتفاضة نتيجة تراكمات فرضتها ظروف محلية ودولية مهمة على المستويين السياسي والاقتصادي منذ مطلع الستينيات لكن المفاجأة كانت أن التمرد لم ينطلق في صفوف العمال بل من بين الطلاب وبدأ على أساس المطالبة بالحريات وبخاصة الشعران منع الممنوع ولا تعطني حريتي سأتولى الأمر بنفسي ثم رفعت الشعرات الاقتصادية وكثيرا ما وصفت تلك الانتفاضة بمجرد تمرد طالبي تقوده بطريقة مراهقة روح التمرد والعفوية لدى الشباب وإلى جانبهم عمال يطالبون بأجور أعلى وببعض الإصلاحات الإدارية لكن الحقيقة أن انتفاضة أيار 68 كانت أضخمة وأهمة من تمرد وحسب أو مطالبة برفع الأجور فقد شهدت انضمام أبرز المثقفين والفنانين من أمثال جون بول سارت وسيمون دي بوفوار وجيل دولوز وجون لو جودار إلى صفوف الطلاب والعمال ومثلت معارضة جذرية لسلطة شاردجوهل الأبوية والأحزاب الثورية التقليدية على السواء والرأسمالية والبيروقراطية الحزبية معا وللمديرين والنقابيين ولمجتمع أفرغته السلع من القيمة وأماتت حيويته وواقعيته ومن أجل عالم خال من الاستلاب الرأسمالي عرفه الطلاب والعمال في الشوارع وأماكن العمل أسابيع قليلة وظنوه ممكنا على الدوام كان حدثا فارقا لم تعد الرؤية القديمة للعالم قبله هي نفسها بعده وإذا كان ما يميز انتفاضة الشباب في لبنان عن مثلتها الفرنسية هو تمسك الأولى بسلمية تحركها وتظاهراتها